اهلا بكم الجديد في حصتنا المغاربية جدل واسع اذا اثاره توجيه اثاره وزير العدل الجزائري بالقاسم زغماتي لنيابة العامة بمنع فتح تحقيق قضائي في قضايا اهدار المال العام دون موافقة مسبقة من وزارته تعليمات الوزير تضمنت ايضا ان المنع يطبق حين يكون احد اطراف القضية عونا عموميا سواء كان يمارس مهامه او اعفية منها وهو ما اعتبره حقوقيون ومحامون مساسا باستقلالية القضاء واحياء للمادة السادسة الملغاة من قانون الاجراءات الجزائرية وايضا ممكن ان تؤدي الى تعطيل قضايا الفساد وايضا الوقوع في الانتقائية في المتابعات في وقت تؤكد فيها السلطة ان الدستور الجديد جاء ليعزز من استقلالية العدالة والقضاء ومكافحات الفسادة لا تحريك للدعوة العمومية بعد الان في قضايا الفساد الا بموافقة وزير العدل هذا هو فحو المذكرة التي ارسلها بالقسم زغماتي الى قضاة النيابة العامة عبر مختلف المجالس القضائية في الجزائر المذكرة تمنع فتح اي تحقيق ابتدائي في قضايا التسيير او المساس بالمال العام سواء تعلق الامر بمسؤولين حاليهين او سابقين نحن نعيش ازمة تيقة وبالتالي كل قرارات تقرأ من زاوية سياسية وتقرأ من زاوية سوسيو اجتماعية وبالتالي مثل هذه القرارات تتوحي الى ان السلطة قررت والنخب الحاكمة التراجع عن مسألة الفساد مع مكافحة الفساد لانها وكأنها تقول ان السلطة القضائية غير حرة وتحتاج الى رخصة مسبقة من اجل تطبيق القضاء وبالتالي هذا يهدم الكثير من مبوب النية بناء على مشروع السلطة التي كانت تحدث بعد بداية الحراك في 22 فبريع على انها متهجة اتجهت في اطار مكافحة الفساد محامون وناشطون حقوقيون اعتبروا ان قرار وزير العدل بمثابة تشجيع على الفساد وانتقائية في المتابعات واعتداء صارخ على استقلالية السلطة القضائية يعتبر مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتجسيد دولة القانون التي يسعى الشعب الجزائري لتحقيقها فكذلك يعتبر تدخل صارخ من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية خاصة المواد الموجودة في قانون الاجراءات الجزائية من المادة الاولى المادة 17 المادة 18 إلى اخرها كذلك هناك مواد في الدستور الجزائري المادة 163 المادة 165 المادة 178 وبالمقابل يرى الموالون للسلطة ان هذه المذكرة جاءت للحفاظ على مصالح الدولة بعد حالة شلال التي مست الإدارة بسبب تخوف المسؤولين من القضايا الكيدية وانعكاس ذلك على أدائهم في الميدان قرار جاء استكمالا للتعليمة الرئاسية التي تمنع الاعتماد على الرسائل المجهولة في تحريك الدعوة العمومية أو مباشرة التحقيقات تعليمة وزير العدل خلفت وراءها نقاشا كبيرا على المستوى الشعبي والسياسي والقانوني وأعادت الجدل حول مدى استقلالية الجهاز القضائي عن الجهاز التنفيذي كريم قندولي قناة الغد الجزائر ينضم إلينا ضيفانا من الجزائر رضوان خليف رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية والمحامي عامر رخيلة العضو السابق في المجلس الدستوري أهلا بكما معنا في حصتنا المغاربية أبدأ معك سيد خليف هذه القرارات أو التعليمات الجديدة من وزير العدل الجزائري بالقاسم زغماتي تغضب الكثيرين في الجزائر ماذا عنكم أنتم في حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية؟ شكرا أهلا وسهلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم كان لنا التحليل في الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية عقب هذا القرار أو هذه المذكرة الصادرة من وزارة العدل إلى النواب العامون عبر مختلف المجالس هذه المذكرة تأتي بعد تعليمات رئيس الجمهورية بعدم الأخذ بعين الاعتبار بالرسائل المجهولة في حق المسؤولين والإطارات وجاء هذا بناء على تراجع أداء هذا المسؤولين والإطارات تخوفهم من التحقيقات في بعض الأحيان التعسفية التي أدت بعج مؤسسات الدولة عن تقديم خدمة عمومية للمواطن الجزائري التي انعكست سلبا على حياته اليومية لكن هذا لا يبرر إصدار هذه التعليمة أو هذا القرار أو هذه المذكرة من وزارة العدل لأننا اليوم في الجزائر نسعى لبناء جزائر جزائر مؤسسات قوية مستقلة لبناء قضاء حر وأعوان قضاء مستقلين عن مؤسستهم التابعين إليها وبالتالي يجب على وكيل الجمهورية المختص إقليميا فتح دعوة أو تحقيق فتح دعوة قضائية في كل قضية مشبوهة أو قضية فساد بناء على تعليمات أو معلومات عفوا تأتي من الضوائر القضائية التابعة إليه هناك فقط حالة استثناء بالنسبة للحصانة النيابية والحصانة السياسية التي يسند الفصل فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء اليوم يجب أن نسعى ونبقى في مشوار بناء دولة القانون هل نفهم من كلامك سيد خليف بأنكم ضد تعليمات زغماتي الأخيرة؟ سيد خليف هل نفهم من كلامك بأنكم ضد هذه التعليمات من وزير العدل؟ هل نفهم من كلامك لأنك في البداية التمست الأعذار أو التبريرات ومن ثم تغير موقفك هل أنتم مع أو ضد تعليمات زغماتي الأخيرة؟ لا نحن لسنا مع هذه التعليمات لأن اليوم نسعى إلى مؤسسات تتسم باللا مركزية في القرار نحن اليوم نخرج من مرحلة المركزية في القرار ونسعى إلى اللا مركزية في القرار وكما كذلك نقر أنه اليوم هناك تراجع في أداء المسؤولين تخوفا من تحقيقات ورسالات مشبوهة أساسها تصفية حسابات كذلك إذن اليوم يجب الفصل بين الاثنين والاستيناد دائما إلى قانون الجمهورية ما رأيك سيد عامر رخيلة في هذه التعليمات من وزير العدل؟ وهل يصح له بالأساس أن يصدرها؟ هو الملفت للنظر أن تكون هكذا التعليمات تصدر عن سيد زغماتي الذي لا يملك في رصيده فيها وهو وزير إلا الاعتزاز والاهتمام والمرافعات لصالح المتابعات القضائية ضد الذين عبتوا بالمال العام وخانوا الأمنة ولكن المفاجأة أنه يأتي اليوم ويصدر هكذا تعليمات اللي تنافق كل تنافي مع ما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية من تمكين الهيئات القضائية لا سيما والنايب العام ووكل الجمهوريه ومساعده من تحريك الدعوة العمومية الآن بتعليمة السيد وزير العدل معنى هذا أنه طوية ملفات الفساد وأنه ابتداء من اليوم إذا تدخل التعليم حيث تنفيذ ولا يمكن فتح ملف من الملفات إلا بعد موافقة وزارة العدل ممثلة في إحدى مدينيتها أنا أقول هذا المنطق لا يبني دولة القانون هذا المنطق يمثل امتكاسة للأمل اللي كان موجود في أننا نتقلنا نقلة إيجابية في اتجاه بناء ديمقراطي في اتجاه احترام المؤسسة الدستورية في اتجاه استقلالية العدالة واستقلالية العدالة منصوص عليها في الدستور صراحة ولكن للأسف يبدو لأنه هيمنت السلطة التنفيذية وعدم الآخذ بمبدأ سلطة تحد السلطة جعلت وزارة العدل تتدخل في المسائل القضائية التي لست من اختصاصها لا يحق للسيد وزير العدل توجيه تعليمات للنواب العامون أو لوكالة الجمهورية لماذا؟ لأنه إذا كان فيه إشكال يطرح فهناك هيئة متكونة من قضاء وهي المجلس الأعلى للقضاء لكن لك سيد رغيلة له هذا الدور واللي يمكنه ما ردك على التبريرات والتي ربما أشار إلى بعضها السيد خليف التبريرات التي تقول بأن الوزير العدل قام بهذه التعليمات وأن تأخذ موافقته أولا قبل البد في أي تحقيق مع مسؤول حالي أو سابق للحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية وإداراتها والمسؤولين من الرسائل والقضايا الكيدية وأن لا يتم البد في تحقيق ناقص الأركان يا صديقي هذه الذرائع لم يسبق توظيفها ليهم فقط بل كانت دوما توظف وتأكدها بتطبيق هذه التعليمة لا يمكن أن تكون هناك دعوة كيدية لا يمكن أن تكون هناك الشكوى المجهولة لا يمكن أن نعالج موضوع الشكوى المجهولة أو الدعوة الكيدية أو للتحريك أو الإعاز من جهة من الجهات بأكد تعليمها لا بد من الاتزام بالقانون لا بد من تحسيس جهة المتابعة القضائية والتي هي النيابة العامة وفروعها بوجوب التحري الجيد لأن هناك مصلحة وهناك حقوق ثم في المتابعات التي تمت هناك كثير من الذين تمت متابعتهم أغفل من الفهم بانتفاء وجه الدعوة بأل وجه المتابعة ومكنوا من حقوقهم ولم يتم ظلمهم في هكذا قضايا ولكن أن نأتي لتبرير تعليمها لا تستند لأي نص قانوني لا في قانون الإجراءات الجزائية ولا في الدستور الجزائري ونعدل هكذا مادة نلغي نص نلغي فصل من قانون الإجراءات الجزائية خاص بالمتابعة تحريك الدعوة العمومية تحقيق الابتدائي تحقيق القضائي هكذا بتعليمات إذا كان فيه إرادة فليكن فيه تعديل قانون الإجراءات الجزائية حتى يمكن أن يتم النص على ما تريد للتعليمات أن تضعه كنص في المتابعة القضائية سيد خليف هل وضحت وزارة العدل في الجزائر لماذا اتخذ الوزير زغماتي هذه التعليمات هل بررت لماذا؟ عفواً كنت أسأل هل وضحت وزارة العدل لماذا اتخذ وزيرها بالقاسم زغماتي هذه التعليمات بدلاً من أن تترك الرأي العام في الجزائر مفتوحاً يعني على التأويلات والتحليلات لماذا لم تذكر الغرض من وراء هذه التعليمات من قبل الوزير ليس هناك غرض يعني بكل صراحة ليس هناك غرض بل هناك معالجة آنية لوضع لوضع سائد اليوم وهو تخوف إطارات الدولة والمسؤولين من اتخاذ قرارات خاصة اليوم على هذا المسؤولين يعني واجب تسيير تراكمات سابقة لم يكونوا هم مسؤولين عنها وبالتالي اليوم هم يتخوفون من التحقيق وبالتالي هنا كذلك بعض التصرفات في التحقيق الغير لائقة بالأشخاص والتوقفات التحفظية والحبس المؤقت الذي يشوه سمعة عفواً سمعة المسؤول وتضرب كذلك بشخصيته وخاصة في الوسط العائل ولهذا كل هذا التخوف وهذا التهد يعني النوع من الإحباط في الأداء المسؤولية جعل هناك تراجع في أداء يعني مؤسسات الدولة الذي انعكس كما قلنا سلباً على الحياة اليومية للمواطن الجزائري وبالتالي أريد بهذه التعليمة معالجة آنية لهذا النوع من الرسائل المشبوهة الرسائل المجهولة التي كانت في غالب الأحيان تصفية حسابات نعم شكراً لكم من الجزاء الرضوان خليف رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية والمحامي عامر الرخيل عضو سابق في المجلس الدستوري ترجمة نانسي قنقر